اللقاحات بقى ومبرح أعتقد رسالة طمقانة كبيرة جدا من سيد الرئيس لما تلقى الجرعة الأولى من اللقاح طبعا هي السور كانت متدولة جدا وأعتقد أن دي رسالة لكل الناس بأن اللقاحات أمان بنسبة 100% عندك رأس الدولة بياخد التطعيم الحقيقة مش بس اللقاحات أمان بنسبة 100% اللقاحات لما جبناها في مصر أخضعناها كمان للتجارب قبل ما تديها للناس وتوزحها للناس وثبت بشكل قاطع أنه على الأقل إذا لم تمنع إصابتك بالمرض فمن يصاب بالمرض هيصاب هتمنع إصابتك بكل العراض التقيلة فهتأخذ المرحلة الأخافة من المرض اللي هي في النهاية يحول الدور بارد عادي مش دور بارد قادر أنه هو يقضي على حياتك فاللقاح مهم واللقاح آمن وفعال وزي ما قلت لما سياطة الرئيس خده مبارح بيبعث الرسالة دي لكل الشعب المصري المهم أن اللقاحات تتوفر مرة كمان السيد رئيس الوزراء أخذ اللقاح أه صحيح المهم أن اللقاحات تتوفر ووزيرة الصحب تتكلم عن تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني خلال السنة دي نأمل أنه يتم التصنيع بسرعة وكمان فيه اتفاقية للتصنيع مع اللقاح الروسي كمان بقيت اللقاحات اللي فيه اتفاقات على استيراد هنأمل أن اللقاحات تتوفر بشكل سريع بدأنا من مبارح يمكن نلحظ بعد ما الرئيس خد اللقاح أنه فيه تزايد في التسجيل وطلب الحصول على اللقاح ده حاجة إيجابية جدا وماشر كويس الناس ما ينفعش تخاف أبدا اللقاحات أمينة فعلا وفعالة فعلا وزي ما قلنا إذا ما منعدش المرض فهي على الأقل هتمنع كل الأعراض التقيلة بتاعته اللي بتهدد حياتنا يريد كلنا نسجل علشان ناخد اللقاح والحكومة شغالة للنهار عشان توفر لنا اللقاحات وإن شاء الله تبقى متوفرها للشعب كل فترة وريبا هل إسخلت كليك تجرب مع تسجيل للحصول على اللقاح؟ أه سجلت فعلا وفي انتظار الحصول على اللقاح بقى لك أدي بقى؟ من أسبوع تقريبا أسبوع؟ طب هل المدة الزمنية ما بين التسجيل والحصول على اللقاح بتعتقدها كبيرة؟ من خلال تجارب الناس يعني نعرفين أنه في أولويات أه طبعا في أولويات وأنا شايف أن الأولويات بتحترم بشكل كبير يعني الحقيقة كبار السنة والمرضى لا بيباليهم أولوية وبيحترم بشكل كبير كمان الأماكن اللي هي اللي فيها تجمعات زي الدكاترة زي الناس اللي بتشتغل في كورونا الناس اللي بتضطر أنها تشتغل المهنة للناس اللي بتضطر أنها تنزل ولازم تنزل وتشتغل وزي ما شوفنا تلقيح اللي عاملين في السياحة في الغرداء وفي البحر الأحمر يعني فيه أماكن متعلقة فيه أماكن أو فيه تفضيلات بتتم لكن بتتم بشكل إيجابي ما هيش تميز لحد عن حد ضرورات بتفرضها الحياة لكن في النهاية التسجيل متاح للجميع وإن شاء الله بإذن الله أنا أسق في أن الحكومة هتوفر فهارة بوقت اللقاح لكل اللي بيطلب ترجمة نانسي قنقر